اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير طبعا الجميع اللاحظة في مقابلة افراسرات اولو الجديدة ظهرت خصلة من شعر افرا في الامام وكانت طويلة اما في الوراء فظهرت خصلة شعر قصيرة نعم انه الشعر العجيب تساءل الجمهور هل فعلا افرا لم تقوم بقص شعرها واستعانت بشعر مستعار في المسلسل لتقصر شعرها طبعا البعث قالوا انها الغيبوبة واخيرا ستتحقق ولكن يا اصدقائي عدت سبع حلقات من المسلسل هل سيجازفون بها ويخرج ان كل شيء كان غيبوبة ونعود لاحداث ما قبل عامين وعندما فقد السيران الوعي في الموسم الثاني ام انهم سيفعلون مرور زمني اخر في المسلسل مثلا سيبقى سنان مختفي لفترة وهنا سيران ستتطلق منه ولكن سيظهر بعد فترة ويحصل مرور زمني هناك احتمال اخر ان افرا كان لديها تصوير لاعلان فوضعوا شعر مستعار طويل لها وظهرت به في هذه المقابلة لان افرا ظهرت بشعرها القصير في كل مكان بحياتها الواقعية بسفرتها مع اصدقائها لباريس وهذه صورها امامكم كذلك بسفرتها مع مارت رمضان ديمير لجزيرة سيمي في اليونان وظهرت بالكثير من الصور والفيديوات وظهر شعرها القصير وهو مبلول هل كل هذا الوقت كانت تضع شعر مستعار حتى في حياتها اليومية وعطلتها الاستجمامية مع حبيبها مارت ايضا ظهرت بصور وبديوات كثيرة شعرها قصير حتى اعلانها مع دي فاكتو ظهرت بشعر قصير شعر افرا اصبح موضوع محير فقولوا لي انتم هل ترون انها قصته ام لا ولماذا شاركوني اراءكم في التعليقات الى اللقاء بالفديو القادم